ووقف الملك في خطابه أمس على الإكرهات والمشاكل الإدارية التي يواجهها المهاجرون المغاربة خاصة فيما يتعلق بالخدمات القنصلية داعيا إلى وضع حد للمشاكل والاختلالات التي تعرفها بعض القنصليات للمزيد عن الموضوع ينضم إلينا مباشرة في الستوديو الزميل محمد برويس محمد مرحبا بك مساء الخير حسام ومساء الخير مشاهدنا الكرام يعني محمد ما هو شكل التقصير الحاصل على مستوى القنصليات كما رصده الخطاب الملكي يامس بالفعل هناك العديد من المثالب في العمل القنصلي رصدها الخطاب الملكي بكثير من الصراحة أشار الملك محمد السادس في خطاب العرش أنه وقف خلال الزيارات التي يقوم بها إلى الخارج وعندما يلتقي ببعض أفراد الجالية المغربية على انشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة وقال الملك محمد السادس إن عددا منهم يشتكون من مجموعة من المشاكل في تعاملهم مع البعثات القنصرية المغربية في الخارج إذ أن بعض القناصلة وليس الأغلبية كما يريد الخطاب عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة وقد عبر عدد من أبناء الجالية عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم سواء من حيث الجودة أو احترام الآجال أو بعض العراقيل الإدارية محمد وفي هذا السياق شدد الملك محمد السادس على ضرورة إنهاء مهام كل من يقصر أو يستخف بمصالح أفراد الجالية أو حتى يسيء معاملتهم بالفعل وإيجاد حلول فورية في خطاب العرش وجه الملك محمد السادس وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى ضرورة العمل بكل حزم لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات فمن جهة قال الملك محمد السادس إنه يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم ومن جهة أخرى يجب الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية والالتزام بخدمة أفراد الجالية وأورد الخطاب أن مشاعر الغبن تزداد لدى المهاجرين عندما يقارنون بين مستوى الخدمات التي توفرها المصالح الإدارية والاجتماعية لدول الإقامة وطريقة التعامل معهم وبين تلك التي يتلقونها داخل البعثات الوطنية فإذا لم يتمكنوا من قضاء أغراضهم يقول الملك محمد السادس فإنه يجب على الأقل حسن استقبالهم ومعاملتهم بأدب واحترام إذن محمد الأمر يتعلق هنا بالحالات التي لها علاقة بالتقصير وسوء المعاملة وكذلك البطء وتأقيد المساطر الإدارية من المشاكل التي يواجهها المغاربة المقيمون في الخارج وفق ما جاء في الخطاب الملكي ما يتعلق بالبطء في تسجيل الأسماء في الحالة المدنية وفي تصحيح الأخطاء مع ما يقتضيه الأمر من وقت وتكاليف مالية وفيما يتعلق باختيار الأسماء أيضا قال الملك محمد السادس إن اللجنة العليا للحالة المدنية مطالبة بالاجتهاد لإيجاد حلول معقولة للحالات التي تعرض عليها في إطار من المرون والتفهم كما يجب وضع حد للضغوط التي يخضع لها بعض المهاجرين أحيانا لفرض بعض الأسماء عليهم ونفس الشيء بالنسبة لمعالجة بطء وتعقيد مصطرة تجديد الوثائق الرسمية والمصادقة عليها وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من مدريد سعيد إيدا حسن الصحفية المغربية المقيم في إسبانيا رئيس مؤسسة الثقافة العربية في إسبانيا مساء الخير أستاذ سعيد مساء الخير يا سيدي إذن كما تبعتم معنا الملك محمد السادس دعا إلى احترام أفراد الجالية وحسن التواصل معهم وقبل ذلك القطع مع التفريط الحاصل من بعض القنصريات كيف كانت الأصداء في المهجر؟ هو في الحقيقة هذا الخطاب الملكي فاجأ الجميع فاجأ الجميع بصراحته بقوة الرسائل التي أرسلها إلى الدبلوماسية المغربية وفي الحقيقة أتلج صدورنا كجالية مغربية هنا في إسبانيا وأظن أن العديد من الزملاء يشاطرونني الرأي أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للجالية المغربية في الحارج ضرورة ملحة خاصة أننا نعيش في بلدان متقدمة من حيث التعامل الإداري مع المواطنين ولما تدخل إلى القنصريات المغربية ترجع بك إلى الإدارة المغربية في عهد السبعينات والثمانينات حتى المقاطعات الحضرية في المغرب تطورت كثيرا حتى الدواوير الصغيرة تطورت كثيرا ولكن بعض القنصريات وللأسف الشديد ما زالت تتعامل بعقلية الإدارة المغربية في عهد الثمانينات والثمانينات إذن بالنسبة إليكم أستاذ صعيد أنتم تعيشون في بلاد المهجر ولعلكم تعينون بمشاهداتكم الصحفية ما يعيشه المهاجرون في البلدان الأوروبية على وجه الخصوص ما واقع العلاقة بين المهاجر والقنصرية اليوم وفي الحقيقة لا نبخس الناس أشياءهم فهناك العديد من القناصلة يتعدون الدور الإداري والقنصري وكذلك يقومون بأعمال اجتماعية يقومون كذلك بممارسة الدور الديتلوماسي ولكن كذلك يجب الاعتراف بأن العديد من القنصريات تفتقر إلى الموارد البشرية والمادية ولكن صرامة الخطاب الملكي والرسائل الواضحة التي أرسلها في الحقيقة ستساهم ونحن على يقين بشكل كبير في تطوير أداء القنصريات والديبلوماسية المغربية بشكل كبير فهذا الخطاب في قوته وفي مطمونه يوازي في رأيه الشخصي قوة خطاب نومبر 2005 عندما أعلن الملك محمد السادس عن ضرورة تمكين المهاجرين المغاربة من السمثيلية البرلمانية السيد سعيد عيدة حسن شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات أنتم صحفي مغربي مقيم في إسبانيا ورئيس مؤسسة التقافة العربية في إسبانيا وإذن محمد للخروج من هذا الوضع الخطاب الملكي حدد المعايير التي ينبغي الالتزام بها عند التعامل مع المهاجرين المغاربة في الخارج ليس كذلك بالفعل تضمن الخطاب الملكي العديد من المداخل للقطع مع هذا الوضع شدد الملك محمد السادس على أهمية تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج وتقريب الخدمات منهم وتبسيط وتحديث المساطر واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم أما فيما يخص المشاكل التي يعيشها بعض المهاجرين عند عودتهم لأرض الوطن فقد أكد الملك على ضرورة التعامل بكل حزم وصرامة مع كل من يحاول التلاعب بمصالحهم أو استغلال ظروفهم شكرا جزيلا لك زميلي محمد بورويس على كل هذه الإضاءات حول هذا المحور نراك إن شاء الله في موعدنا الأخبارية المقبلة شكرا لك وصلا شكرا جزيلا